اشتركوا في القناة اول مرة بيكون عم اشتغل على الازاعة او على الراديو الفكرة كانت اجتنا لقلم كنت عم فكر مرة بشغلة عم بتصير بالمجتمع طبعا ازبادك او بالعالم العربي نسبة التطرف ورفض الاخر قداش عم بتصير قوية انه شو الحل مين بدو يطلع يحكي بها الموضوع رجعت لقيت انه بركة الناس المعلمة والمثقفة والناس اللي بتشتغل بالفن والناس ازبادك اللي عندهم فكر يطلعوا يحكوا عن هذا الموضوع انه صار لازم يندق نقوص الخطر ويحكي انه التطرف هذا الشيه مابسوا نوعي الناس انه لتقبلوا الاخر متل ما هو هيدي فكرة البرنامج متل ما انت يعني حتى نتقبل الاخر كان بالمختلف عنه باللون اعفى الافتح Bea انا متل ما انت سكنته هي متل ما انت متل انا بحبك متل ما انت يعني بتقبل الاخر المختلف عنه بالدين بالعرق باللون بالجنس بالجنسية يعني حتى نتعلم ونشوف إذا بدك تجربة حياة من ناس أصحاب بيشتغلوا بذات الدمان ممكن يكونوا صلوهم أصحاب فترة أو من زمان بيخبروا أنه كيف تعرفوا عن بعض وكيف صار هذا الابروتش بين مثلا درزي مسيحي شيعي سنة وكيف صاروا يتعوضوا على الأصص أسربي بس خلينا نوضح أكتر البرنامج بعد ما تطلع على الهواء هو على الإذاعة اللبنانية الأسبوع الجي على مدى يومين خميس و جمعة أي ساعة بيبلش أتس المورنج شو بيبلش ساعة ثمانية بيخلص عشرة ومين دوف أول حلقة بدك تقول؟ دوف أول حلقة بعد نبدئياً لأنه في لينا خوري المثلة وأنجو ريحان وفي معهم كمان زين أبع الساف نبدئياً لحد هلأ يعني اخترته هيك لتمثيلك لأنه أنت والممثل برنامج حديب رح تكونوا عم بتقدموا البروغرام إما نحنا بجينا من الآخر لنبدأ من الأول لأنه علامينا عم بتقدم البروغرام لأنه حلوة الفكرة من هيك ما نعرف مين أول حلقة هو أول شي قالت أنه جربت وتجمعوا المهن يمكن بين المفكرين الأطباء صح بس كمان مش بس عم بتتوجهوا لهل لهل عالم عم بتتوجهوا كمان ممكن يكون شوفر تاكسي يعني ممكن ماذا بدك جيران عايشين بذات البنية أو بذات الحي وبيحبوا يطلعوا يحكوا عن تجربة تعايش معني بكره كلمة تعايش لأنه فيها مثل كأنه واحد مشبور يتعايش مع مردية اللي عيشي إذا بدك أو كيف عايشين مع بعض يطلعوا يحكوا عن هذه التجربة يكون كل واحد جاي من مختلف مدين مختلف ويخبروا أنه أنه كيف عايشين من دون ما يكون عندهم مشاكل يعني أنا ماني مضطر أعملك مثلي لحتى أصير حبك أو تعامليني مثلك يعني يعني أورادي نحنا بنكون نحنا نحنا مشوهين شوي إذا منعمل كوبية عنا بتطلع مشوهة أكتر إذا عم تفهمي علي أنه لازم يكون كل واحد متل ما هو ونقبله متل ما هو وان عم نحكي بس عن ناحية الدين الاختلاف بالدين الاختلاف بالدين باللون بالعرق بالجنسية أوقات في عنا مشاكل بين أنه جنسية وجنسية أوقات أنه مثلا تفكير أنه كل واحد حزب سياسي بيصير بده يلغي التاني وبده يقتله عشوائي طب يا جماعة ليه ما الحياة إذا بتعمليها كلها بيضة بتزهق أو كلها سودة بتطل تشوفي أنه لو ما فيه ألوان أو لو ما فيه أصص مختلفة بالحياة أنه ما فيه أتضده يظهر يعني الهدف صار واضح وتتوصلوا إلى الهدف لازم تجوف الثلاثة يكونوا كل واحد من أول شي من دين مختلف مخص مش واحد سياسي أو لا ولا ممكن تجمعوا سياسي ممكن مثلا ثلاثة موارنة خلينا نقول مثل ما هي كتائب قوات طيار ممكن مطلعوا يحكوا وكيف أنه هيدول الأفكار إذا بدك المختلفة عن بعض إذا بدك أو تواجهات السياسية المختلفة أنه كيف يكونوا أنه قاعدين عم يتحوروا للشلو أنه مرح تنقطعوا من العالم أجزاك 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 بدي بس أقول شغلي لأنه أنه البروغرام رح يباليش على الإزاعة اللبنية الإزاعة الأم مثل ما بتحب تسميها برنادات زميلتي اللي هي بقال لا بونجور عم تحضرني ممكن هلا أنت وبرنادات هي بالحقيقة فكرتي بس أنا اخترت برنادات كون معي لأنه برنادات حدايب هي الشعية سوريا عم نحكي هيك يا جماعة بس أنه بس أنه مكان شاهد الفكرة بس أنه عم نوصل فكرة البرنامج وأنه إحنا هدفنا منه طائفي أبدا بلعكس إحنا هدفنا أنه نتخطى هذا الموضوع يعني لما قدمت هذه الفكرة لأستاذ محمد إبراهيم على إزاعة لبنان والأقريد تارومي اللي هي مسؤولة عن البرامج نقذو أنه قال لا ما فينا نحكي عن القصة هادئة قلت له طب بليز قرو اللي بعتلكوني أنا قروه الكنسب كيفوه لما قريه لاوا أنه لا بالعكس أنه أنا عم بحكي غيروا رأيهم عم بحكي عن دين ما عم بيجي أنا أحكي عن ديني ودافع عنه أو عم بحكي عن ديني واتهجم عليك لأنك أنت من الديان المختلفة أو الأخرى لا بالعكس أنا عم بعمل شيء أنه اتقبلك وعلم الناس الباقيين اللي عم بشوفوا إذا بدك يلا أقل ساقة فتا ما بدي جرح بحدا والإذا بدك خبرة تعمل الحياة يفهموا أنه الاختلاف منه خلاف بكل بساطة ترميح فإذاً هيدا البرنامج بيبلش نهار الخميس المقبل على الإزاعة لبنانية بتداء من الساعة 8 الصبح وعلى مدى ساعتين لساعة 10 أكيد بدي يقول كمان شغلات تانية بس هو مش بس انترويو أنا أمبلش الشو بطريقة أنه فيه مثل ستاندب أو شي عن القصص بتشوفيها باللبنان على الطرقاط يعني فيه أغنى من الطرقاط عنا موضيع تحكي عنا وتتضحكي رايحة وجهية العجقة والقصص مثل شو يعني يعني مثلا المادام اللي عم تعمل ميك أفي وماشي وعم تسوق وعم تعمل واتساب أنا شايفهم أنه ما حدا خبرني أنه بتشوفيهم كل يوم أنه أنه شايفتهم؟ يم بالمرأة أولا 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 براي معه شفتنا عطاة أولا أولا ما بعرف مي القادة عم يبعث واتساب وصيارته عم تعمل هيك وهيك وهيك أو مثلا المطبّت العطرقاط اللي بحطوا مطبّة بتكلف بركة ما بعرف ألفين دولار زفتت بالوقت فيه ثلاثة أربع شوار كان فيهون ساكرون بهيدا بهيدا الزفتت أنه في قصص بتشوفيها عطرقاط عنا أنه مش معقولة يعني بتصير يتفكر أنه لأ لازم حدا يطلع يحكي عنه بطريقة مهضومة بلاس فيه كافية هلا أولا أكيد يعني جمع التمثيل حتى بال إيه إنه بدي بدي يفوت شوية من من كاركتاري من أنا شو يعني أوكي فإذا أول شي بيبلش بتبلش الحلقة بستاند اوب كالي اكزاكلي بعدين بعدين بيبلش بيجود نيوز كل الأصص الحلوة اللي صارت بالعالم بس ما تضوع ليا يعني نحن معوادين نسمع يعيش خارق الأسبوع الماضي ولا يلي صارت يلي صارت يعني أصص نحكت على السوشيال ميديا نذكرت يعني أنا ما بعمل مش جاي أعمل سكوبات وخبر الناس أصص جديدة لا جاي أخبر الأصص اللي نحكيت ونرجع نحكي عنا بطريقة تانية أكيد الناس فيهم يتلفنوننا ويعتوا رأيون يبعطونا فيويس نوت أو واتساب برجع من بعد أدغرب فيه لحظة خليان ضعنا بالجود نيوز كتير وكتير هكي متفائل وإجابة البروغرام مثل شو جود نيوز مثلا مثلا في هبدو بدي أحرق الفكرة مثلا في لبناصر في شي اسمه فودبانك وفي دبي في شي اسمه فودبانك يعني كل الناس اللي عندهم أكل زائد عنهم إنه هيدا إنه جود نيوز يعني فيه ناس أن عم تفكر بالناس اللي ما فيها تأكل وعملو لهم بانك إنه فيه أن يصير عندهم إشتراكي بيعطونا أكل عبيوتهم بدون أن ينزلوا عند فلان وعلتان تفتشوا على أكل إنه جود نيوز وفينا نشوف الناس شي تعليق على الموضوع أصاص تانية ليهي مش بادي نيوز بالحقيقة هي أزودك بادي نيوز بس شو فينا نأخذ منها عبر يعني ما بدي أحرق أفكار القصص بدي أحكي حيالنا خبرية عاطلة صارية إنه شو تعلمنا منها لا مفترض إنه هلا السلاح المتفلت بالبلد حيال خبرية كتير بشعة وفي ناس عم تموت وفي ناس عم تنقتل بس إنه شو فينا نستفيد من هيدا نحنا لحتى نحسن الوضع لا هيكيف ينا نستفيد منها دايما فيه جود سايد يعني إنه مثلا حجة عم بتكون إنه معصب ها هي حجة إيه خدوا حبة الأجزاء ما تسوقوا ما بعرف إنه باركي الناس إنه تتلفى المشكل ما إنت بس تسمعي هيك وصير تعرفي إنه لأ أنا ما عمل مشكل باركي معه فرد إنه عرفت كيف يصوت لا بس إنت هيدا عم جد عم بتصير وصيرنا سامعين من كذا حدا إنه قبل أنا كنت كتير متوتر على الطريقة هلا بعد للعشرة قبل ما أحكي كلمة إذا حدا زمرلي دغرب الزيح ها هيدا الشي الإيجابة عم تخدم إنه عمل لك إنه شوفي أن أتعلم أصص بوزيتف من الأصص العاطلة اللي صارت لأن دائما فيه في اليان يان يعني كل شيء شر بيطلع عنه خير والخير بيطلع عنه شر بتاع في هادي الشر اوكي ها جودو نيوز و شوائي بادو نيوز من بعده برجع من بعده فيه مثل ما إنتي اللي هي الإنتربيو مع ثلاث أشخاص و أنا أريد إدعى كل المستمعين سوري بلاش تتعلم لأنه سيروا مستمعين كمان كل مشاهدي الفيوتشر واللي بتسمعوا لإزاعة لبنان أنه يتصلوا فينا بحب يجي يخبر عن تجربة العيش تبعه مع الزومالة لقلوا بالشغل أصحاب أهل من ديانات مختلفة وحبين يجوا يخبروا أنه لا يا جماعة نكون نحنا عايشين مع بعض أهل و سهلة فيهم على الرقم؟ أمامي الرقم الإزاعة البنانية الإزاعة البنانية فوتوا على جوجل بتلاقيه شاربل باقي عن 744-118 ها ها هيدا منيحة 6-1-744-118 شاربل بالوقت القليل متباقي قلينا نحكي عن الناحية الثانية اللي هي التمثيل إنها حقا ses النشطات كثيرة أقربهم الآن عم بعمل مثل أكتدن كلاس للتين اجرز يل عمرهم بين 13 honest و 18 سنة ويلا هيدا هيدا العمر بيصيروا مشعارفين بعملو فيهم مو بدونوا أبدا ويمين بإعلومين بين أهلهم مشعارفين إذا جبال بحر هيدا هيدا عبر الشاباب والصبايا إذا يحبوا في سكاي جين بجرد بعمل بروجرام للتينز في سبور فيها دانس في قصص لايكوشينغ وهي بياناتهم أكسين كلاسز ومسرحية نحضرها مع هشام ويسليمان وريتا إبراهيم اسمها النافذة ومحضر في السينما مبدعياً بتبلش ممكن شيء 2 ويكس هل هي معمولي أزبادك متل ديبلوم لجماعته هو للمستير طبعه ممكن ترجع تنعرض بعدين للبيبلي اه يعني رح تنعرض وين أول شيء بجامعة لبنانية وبعدين منشوف إذا طيب هيدا مسرح حكينا مسرح وبعدين في السينما في فيلم مع سعد المحمد كاتب ومخرج صعودي ومخرج مصري اسمه وإحشام عبدالخالق في أحكي بسرع باركي خلص الوقت لا لا سبا سبا سو عملنا أزبادك متل التريلر طبع الفيلم اسمه بيهاين دي آي أو خلف الأنا شارك بمهرجان كان شارك بمهرجان الغدير اليوم شارك بمهرجان الغدير اليوم وشارك بإسكندريا وبكزا مهرجان ربحوا برايزز لأن الفكرة كتير حلوة هلأ عميحضروا لفيتشر فيلم رح تكون من إخراج لرأسابة كتير مني اللي عملت بلايند انتساكشن من قبل اشترلت أنا ويها يعني عملنا جولة على أبرز نشاطاتك وأهم البرنامج الإذاعي اللي رح يبدأ الأسبوع المقبل نهار الخميس إذا قال الله رأت ساعد مين لا نحكي أكتر منكم تعوادت خلاص تعوادت خلاص تعوادت خلاص منسلم عبارنا دات حديب نتمنى لكم توفيق شاربل بكل الأعمال يلي عم تعملوها نحن نقول إنه حلو لما نستفيد من وضع اجتماعي معين نقلبه على صحيح على محطة إعلامية المهم إنه نعرف كيف نستفيد منه أنا بدي بس أقول هون أنتم مدعوين تكونوا ضيوفنا إذا تحبوا حيالا نفس الدين نفس الدين ما بتصباح صارك مشكلة شفتي نفس الدين صار مشكلة ممكن تكون حدا تاني على أسير سي إذا حدا بيحب منكم جوال جوال يعني حدا تاني بيشتغل معكم درزي شيعي سني مفرقاني معنا نحن ناخد بكل على كل حال عن جد هون الفيوتشر منلاقة يعني كتير من كل الديانات مية بالمية هي صورة عن المجتمع المدني مية بالمية نعم شارب الأهلا وسهلا فيك شكرا نحن بس بالختام بدي أقول إنه مع وادين ننطر زميلتنا مريا من الحاج نهار الجمعة بفيلم نحكي عنه غابت اليوم بس رح بتطل بكرة بقى بيسام ضرب عراص لكل اللي ناطرينا وأنا منهم نقدر نعرف عن فيلم جديد بكرة مع زميلتنا مريا من الحاج نحن وصلنا لختام حاج بعشي بدي أقول مبروك لكل اللي نجحوا بالبروفين بيح طلعت النتيج نيز ما تقوصوا ولتزموا بالقرار ضيفوا بقليه واختي رشوا رز بنتا لغيدا بنا أقول مبروك للماء وبنتا لغيدا لا ابنة لمنال ابنة لمنال وبنتا لغيدا ألف مبروكوا لكل البقيين والحلو إنه نسبة النجح وصلت لأكتر من واحدة وثمانين بالمية هايدا بود منيوز مثلا ايه عقبالة كمان الترمينال بكرة أكيد حلقة جديدة على الساعة سبعة ونص باي عقدة جمعية بيروت مرتهم مؤتمر صحفي اطلقت فيه خلاله البرنامج التدريبي السباق بلوم بونك بيروت والذي يقام هذا العام يوم الأحد 12 عشرين ثاني المقبل حضر المؤتمر اللي يؤقين في بلدة سن الفيل والهادف إلى تمكين العدائين عدد من الشخصيات تقدمون أمين عام اللجنة الأولمبية العميد المتقاعد حسان رستوم وممثل اتحاد ألعاب القوى كاتيا راشيد وممثل بونك لبنان والمهجر الرائع الرسمي لسباق إزابير نعوم وممثل رئيس جمعية المقاصد أمين الداعو والقائد في جهاز المتطوعين واقل مرزوق ورئيس جمعية بيروت مرتهم ميل خليل التي ألقت كلمة شكرت فيها المدربين حسن التزامهم والعدائين جديتهم كما كانت كلمة لمرزوق عن دور جهاز المتطوعي المقاصد ثم شرح البير شعيب المشرف على البرنامج بعض الجوانب التنظيمية حيث أعلن عن مشاركة 380 عداء وعداء في برنامج هذا العام وهناك 8 مدربين وعدد الحصص التدريبية 3 حصص أسبوعية وحد يوم الأحد من أمام الزيتونة باي والبقيتين خلال بحر الأسبوع مع الإشارة إلى أن أعمار المشاركين تتراوح بين 17 سنة وما فوق انطلقت تدريبات الأنصار اللبناني بقيادة المدير الفني الجديد إيميل رستوم على ملعب النادي في طريق المطار بحضور 24 لاعب بالإضافة للجهازين الفني والطبي وأجرى الفريق التدريب الإعداد الأول للموسم الجديد بحضور جماهيري وأدى اللاعبين تمرين الرقد والأحماء وبعض التدريبات البدنية ومن المنتظر أن يبدأ الفريق فرض فترتين تدريبيتين صباحية ومسائية والوحد وجود عدد كبير من اللاعبين الشبين في صفوف الأنصار خلال تمرين بالإضافة للوفيدين الجدد عبدالفتاح عشور مازين جمال عباس عطوي أنيكا تحت أنظار المصاب عبدالله طالب ويستعد بطل كأس لبنان لخوض موسم حافل بالبطولات المحلية والقرية حيث يشارك في بطولتين نخبة والسوبر بجانب الدوري المحلي وكأس لبنان وبطولة الاتحاد الآسيوي ومن المنتظر أن يصل أجانب الفريق نهاية الأسبوع وينخرط في التمرين مطلع الأسبوع المقبل اختبار والوقوف على جهزيتهم رفض البلجيكي تيبو كورتواء حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي عرض جديد من البلوز لتمديد عقده مع الفريق لا يفتح الباب نحو إمكانية مغادرته قلعة ستانفورد بريج الصيف الجاري وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كورتواء الذي ينتهي عقده في 2019 يرى عدم وجود ضرورة للإستعجال في مسألة تمديد عقده منتظرا ما سيصفر عنه سوق الانتقالات الجاري خاصة أن الإطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي يرغب في بناء فريق قوي متنافس ويمكن استقدام حارس مرمى جديد للنيدي اللندوني وأوضحت الصحيفة أن كورتواء لديه عروض من ماشيستر يونيتد الإنجليزي وباريسان جرمال فرنسيا وريال مدريد الإسباني ولكن لم يحصل مصيره بعد وأشارت الصحيفة لأن بالإضافة لكورتواء فأن مستقبل دافيد ديخية حارس مرمى منشيستر يونيتد والإيطالي جيونليجي دورن روما لعب ميلان والكوستاريكي كيلورنافاس في ريال مدريد وسلوفيني يان أوبلاك حارس أتليتوكو مدريد مع عنديتون صار مبهم في الوقت الحاضر يزيح بايرن ميونيخ بطل دوري درجة الأولى لألماني لكورة القدم البوندسليجا سيطار عن منافسات الموسم الجديد بمواجهة ضيفه باير ليفركوزن في 18 أب أغسطس وكشف الاتحاد الألماني لكورة القدم عن جدول منافسات البوندسليجا مبارح الخميس حيث يلتقي بايرن في الجولة الأولى مع ليفركوزن يوم الجمعة الموافق 18 أب أغسطس واستهل ليبزيك وصيف الموسم الماضي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة موديف الشالكي بينما يلتقي شتوتجارت وهنوفر الصاعد حديثا للبوندسليجا في بداية المشوار مع موديف هرتا برلين ومينز على الترتيب وتشهد الجولة الأولى من البوندسليجا التي تقام بين يومي 18 و20 أب أغسطس مواجهة دوربي تجمع بين بروسيا موشنج بلبخ وضيف قلن وفي باقي المباريات يلتقي هوفنهايم مع فيردر بريمن وفرايبرغ مع انتراخت فرانكفورت وهامبورغ مع أكسبورغ وفولسبورغ مع بروسيا دورتموند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة